نقل موقع ولاة الإسرائيلية عن مصادر في قيادة المنطقة الوسطى اعترافات أن هناك خطرا حقيقيا على الجنود الذين يدخلون كل يوم لنشاط في الضفة الغربية وذلك يارى لأن الأليات المحصنة الموجودة قد تحول إلى فخ موت بحسب تعبيرها ووفقا للمصادر الإسرائيلية فإن الإيرانيين يعملون على تهريب عبوات ناسفة قوتها وفتكها أعلى بمستويات عديدة عن تلك التي يصنعونها في الضفة وليس بمقدور العليات الإسرائيلية مواجهة عبوات من إنتاج إيران بحسب ما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية